السلام عليكم انا منور من قناتي ينسون وكراويا النهاردة تحت شعار مستودع الشفا هنعمل شربة المشروم شربة المشروم من الشربات الاساسية والمشهورة وتعتبر من اهم الشربات الموجودة في العالم عاوز اقول لكم ان اي شخص يأكل الشربة دي ما يتعبش ابدا وكمان بتدف جدا في الشتاء هنعملها النهاردة بدون كريمة بس طعمها كريمة جدا ما تنسوش بقى تعملوا لايك للفيديو وتشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس عشان يوصلكوا الوصفات الجديدة يلا نبدأ احنا هنا عندنا خيارين اول حاجة لاما نجيب 3 معالق شفان هنضيف على 3 معالق شفان مياه مغلية ونغطيه ونسيبه على جنب لحد ما نحتاجه والخيار التاني اننا ندوب معلقتين كبار من الدقيق في نص كباية مياه ونسيبه على جنب لحد ما نحتاجه اي حاجة من الحاجتين دول ينفعوا في شربة المشروم دلوقتي هنجيب المشروم عشان ننظفه دول 200 جرام من المشروم هنفضيهم على صانية وهنجيب فوطة مبلولة ومعصورة كويس ونمسح بيها المشروم كويس جدا ودي الطريقة الوحيدة لتنظيف المشروم بطريقة سليمة وصحية وممنوع منعا باتا اننا نغسله بالمياه اول حاجة المياه ما بتنظفوش كويس وكمان نقبل الفوائد اللي في المشروم كلها بتنزلها شايفين شكل الفوطة عامل ازاي فدي الطريقة كده سليمة في 100% اننا ننظف المشروم بيها بعد كده هنقطع المشروم نقسم المشروم لنصين بعد كده هنقطع كله نص شرائح بالشكل ده دلوقتي هنحط حل على النار والنار تكون متوسطة ونضيف فيها معلقتين زيت ومعلقة زبدة او معلقة سمنة وممكن نستخدم زيت بس او سمن فقط بس لو استخدمنا الزبدة لازم نضيف زيت عشان الزبدة ما تتحرقش هنسيب الزبدة والزيت يسخن كويس جدا بعد كده هنضيف عليهم بصرة مقطعة مكعبات هنشوح البصلة شوية صغيرين يعني حوالي دقيقتين فقط انا عايز البصلة فتحة زي ما هي يعني ما تتحرقش مني لازم البصل في الشربة يكون فاتح عشان لو اتحرق هيغمق الشربة بعد كده هضيف فصين طوم مفرومين وهقلبهم تقليبة واحدة فقط بعد كده هضيف المشروم على طول ترجمة نانسي قنقر هنشوح المشروم مع البصل والتوم ونقلب المشروم هنلاحظ ان المشروم بيطلع السوايل اللي فيه انا مش عايزة يطلع كل السوايل اللي فيه ولا عايزة ينشف فيه شفات بيسيبوه ينشف بس بيبقى طعمه مش كويس قوي وكمان الكمية بتقل خالص فعشان كده هنشوحه لمدة دقيقتين فقط وكمان بالشكل ده بيكون طري مش ناشف وطعمه في الشربة بيشبه كتير الجنبري او صدور الفراخ المتقطعة فبالشكل ده والطريقة دي بيكون طعمه حلو جدا بعد كده هضيف اربع كبايات مية يعني حوالي 600 ملي مية وكمان هضيف كباية واحدة لبن هقلب المية واللبن مع المشروم تقليبة واحدة بس بعد كده اضيف التوابل توابل المشروم بسيطة جدا وهي معلقة صغيرة ملح ومكعب مرأ الدجاج وربع معلقة فلفل اسود وما تزودوش كمية الفلفل الاسود عشان لون الشربة ما يغمقش وكمان عشان طعم الشربة يكون ظاهر وما يكونش طعم الفلفل الاسود طاغي عليها بعد ما نقلب التوابل هنجيب الدجاج اللي قلبناه في مية ونضيفه او الشفان اللي نقعناه بمية مغلية كباية ميو بعد كده هنقلب الشفان مع الشربة ونغطي الحلة ونسيبها لمدة عشر دقائق تستوي على درجة حرارة متوسطة بعد كده نقدمها على طول وهي سخنة وبكده خلاص نكون خلصنا شربة المشروم اعملوها بالطريقة دي هتحبوها جدا وهتعملوها دايما وبالذات ان طعم المشروم فيها بيكون شبه الجنبري جدا او شبه صدور الفراخ متقطعة وده عشان عملناه بالطريقة دي وسويناه بالطريقة دي وما تنسوش تعملوا لايك للفيديو وتشتركوا في القناة وبالهنى والشفى مقدما والسلام عليكم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة